الحمد لله رب العالمين وأشهر أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهر أن محمد عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد فمرحبا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة وهذه الأيام فاتحة شهور العام شهر الله المحرم هذا الشهر له خصوصية وهو شهر عظيم مكانته قديمة حرمته وهو غرة العام وأحد الأشهر الحرم في هذا الشهر العظيم نصر الله سبحانه وتعالى موسى ومن معه من المؤمنين على فرعون ومن معه من الكافرين وقد ندبكم وأوصاكم رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم بصيامه فله خصية يمتز بها شهر الله المحرم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل إذن وصنا النبي وأوصى وعهد إلينا عليه الصلاة والسلام أن نهتم وأن نصوم في هذا الشهر المبارك لا سيما يوم عاشوراء الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بصيامه عليه الصلاة والسلام فشهر المحرم أيها الإخوة هو الشهر الأول من شهور العام الهجري شهر الأول من شهور العام الهجري وهو فاتحة شهور العام وهو غرة العام كما ذكرت الحضراتكم عدد الشهور اثنى عشر أولها محرم ثم سفر ثم الربيعان الجمادان رجب شعبان والصيام للتالي وجب ثم شوال يأتي بعده ذو القعدة يختمها جميعا ذو الحجة هذه الأشهر القمرية أو إن شئت فقول الهلالية وهي الأشهر الهجرية فهذه الأيام كلما مر أو كلما هل هل هلال المحرم يتذكر المسلمون هجرة رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم كلما جاء المحرم وأول الأشهر الهلالية ذكر وتذكر وتدارس المسلمون هذه الرحلة العظيمة رحلة الهجرة من مكة المكرمة إلى طيبة إلى المدينة المنورة التي شرفها ونورها الله سبحانه وتعالى بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحينما نتكلم عن الهجرة نريد أن نتناول موضوع الهجرة أيها المسلمون من زوايا قد لا يتعرض لها كثير من الناس فأحداث الهجرة يعلمها أكثر الناس وأغلب الناس لكن هناك أمور لا بد أن يقف عندها المسلم ومن هذه الأمور التي سأقف عندها نقف عند سؤال أو سؤالين حدث في الهجرة في هذا الدرس ثم نكمل إن شاء الله عز وجل ما بقي في درس القادم والذي بعده بحول الله أولا نقول لماذا شرعت الهجرة لماذا شرعت الهجرة هذا هو السؤال الأول إن إقامة دين الله في الأرض وتحقيق العبودية والخضوع لله سبحانه وتعالى وإقامة شرع الله عز وجل هي غاية من أسمى الغايات بل هي أسماها وأفضلها على الإطلاق إقامة الدين والخضوع لله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى هذه من أعظم الغايات بل هي أعظمها على الإطلاق أن يحقق المرء العبودية لله سبحانه وتعالى كما أمر وأوصى الله عز وجل وعلمنا سبحانه وتعالى وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إذن تحقيق العبودية وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى هو الهدف الأسمى والغاية العظمى من خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا طيب فإن تحقق ذلك للإنسان في بلده وبين أهله وذويه ومن يحب فالحمد لله وإن لم يتحقق ذلك بين الأهل والمال والأولاد فإن إقامة دين الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية أولى وأغلى من كل نفيس ومن كل غال تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى أولى من كل شيء من الأهل والأنفس والأموال والأولاد والضيعات والنزاء وكل ذلك لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فلك أن تتخيل أيها الحبيب إن الله سبحانه وتعالى قال قل يا محمد قل لو كان وذكر كل من يحبهم الإنسان ويهتم بهم وذكر كل أصحاب القرابة والاهتمامات الآباء والأبناء والأزواج والإخوان والعشيرة والمال والتجارة والسكن كل هذا يحبه الإنسان ويسعى إليه لتحصيله وكذا وكذا كل هذا إذا كان أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فانتظروا فأنتم على خطر عظيم إذن الهجرة أول إجابة لهذا السؤال أو السؤال الأول لماذا شرعت الهجرة شرعت الهجرة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى ومن ثم شرعت الهجرة لإقامة الدين وحفظه ومفارقة الباطل وأهله احفظوا أيها الشباب لماذا شرعت الهجرة لا نريد أن نسرد أحداث الهجرة سردا أجوفا ليس فيه عبرة وليس فيه درس وليس فيه مسألة تستل وتستخرج من هذه الأحداث العظيمة لينتفع بها المسلم في حياته إنما نمشي بخطة متأنية في هذا الباب حتى يستفيد منه المسلم لا سيما الشباب الذين يريدون أن يعرفوا كثيرا من أحداث الهجرة ولماذا شرعت هذه الهجرة وما الذي حدث فيها وما هو التأييد الذي أيده الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك مما سنعرض له بحول الله وبطوله نقول إن شرعت الهجرة لإقامة الدين وحفظه ومفارقة الباطل وأهلي إذن ألف أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا هاجر؟ لماذا هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيم الدين وليحفظ الدين بهذه الهجرة ثم لمفارقة الباطل وأهلي طبعا أنتم تعلمون ولا يخفى عن ذي لب سواء كان كبير أم صغير ما يعني عاناه الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش يعني عذب وترد وهجر وكذب عليه الصلاة والسلام وحوصر المهم أنه خرج لأجل كلمة لا إله إلا الله إذن شرعت الهجرة لإقامة الدين وحفظه ومفارقة الباطل وأهله ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون أينما يمم المرء وجهه وأينما توجه فهو في أرض الله وتحت معية ربه سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون ثم هون الله عز وجل من أمر الدنيا حتى تهون على الإنسان إذا أراد أن يفارق أهله أو يفارق ولده أو كذا أو كذا قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون إذن الحياة مهما طالت فهي قصيرة مهما طالت فهي قصيرة ومن تعب في هذه الحياة ارتاح غدا ويعني من اجتهد فيها كوفئة في الآخرة فالله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يترك ما من شأنه أن يعود عليه بالضرر وبما لا يفيده سواء كان كلاما أو أفعالا أو كذا أو كذا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا يسبون الله يسبون رسول الله يتكلمون بما لا يليق يخوضون في أعراض الناس يخوضون في عورات الخلق الله يحكمون أنفسهم وينصبون أنفسهم أربابا على الناس فيبدعون هذا وفسقون هذا ويكفرون هذا ويخرجون هذا من رحمة ربي وكذا وكذا إذا رأيت هؤلاء فابتعد عنهم يا رسول الله والجواب إذا كان المخاطب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نعلم أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة فالجواب أو التوجيه أنك إذا رأيت أو كان حالك مثل ما وصف الله سبحانه تعالى ابتعد عن هؤلاء واختر لنفسك أصدقاء واختر لنفسك ثل تجلس إليهم وأصحابا تجلس إليهم يعينوك على ذكر الله وعلى التفقف في دين الله لا سيما في هذه الأوقات الصعبة المرة التي يعاني فيها الناس من قلة العلم ويعاني فيها الناس من تفشي الجهل وتفشي البغضاء والشحناء والحسن وكذا وكذا والخوض كما ذكرت لحضراتكم فالشهد إنسان يهجر هذا الأمر والمهاجر من هجر منها الله سبحانه وتعالى فقد يهاجر المرء بقلبه قد يهاجر المرء بقلبه ويهجر المعاصي ويهجر الذنوب ويهجر أصحاب المعاصي وأصحاب الزلات فشريعة الهجرة كذلك أيضا لماذا شريعة الهجرة أيضا شريعة الهجرة فرارا من الفتن يبقى أول شيء هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الدين وحفظه ولمفارقة الباطل وأهله اثنين شرعت الهجرة فرارا من الفتن الفتن تأخذ بقلب الرجل وبلب الرجل الحازم الفتنة تجعل الحليمة حيران في الفتنة يا أخوانا يختلط الحق بالباطل والصواب بالخطأ والكلام ذا فالإنسان عند كثرة الفتن ينبغي له أن يهجر هذا المكان ينبغي له أن يهجر المكان الذي فيه فتنة والذي فيه خلط بين الصواب والخطأ كما ذكرت لحضراتكم ويبتعد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند جيد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوشك أن يكون خير مال المسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أنه سيأتي زمان أو قد اقترب وقت سيكون الرجل يأخذ ماله ويأخذ ما عنده من أغنام وكذا أو ما عنده من أموال ويبتعد بماله وأهله حيث لا يرى الفتنة حيث لا يجالس أصحاب الأهواء وحيث لا يجالس أصحاب الفتنة ولذلك أخوانا بنقول أن الفتن تضعف المجتمعات الفتنة تضعف المجتمعات لأن كل واحد في الفتنة له رأي وله وجهة نظر وهذا يخطب هذا وهذا يكذب ذاك ويتهم فيها البريء ويبرأ فيها المتهم وما إلى ذلك خلت بالحضرتك ففي الفتنة ينبغي للمسلم أن يعتزل وأن يعني يهجر هذه الفتنة التي تطل برأسها عنده ولذلك نقول أن الهجرة تشرع أيضا عند كثرة الفتن وذلك أخوانا نقول أن وهن المجموع وضعفه يكون بوهن وضعف الفرض الواحد المجموعة الكبيرة المجتمع الكبير وهنه متعلق بوهن الفرض إذا وهن الفرض وضعف أصبحت ترى مجتمعا ضعيفا أصبحت ترى مجتمعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها قالوا من قلة يا رسول الله قال لا أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السين ولذلك أخوانا بنقول إذا رأيت مجتمعا ضعيفا فاعلم أن سبب ضعف المجتمع هذا هو ضعف أفراده هو ضعف أفراده وإلا فإذا كان الأفراد أقويا وإذا كان الأفراد علما وإذا كان الأفراد أمنا فإنك ستجد مجتمعا قويا عظيما متقدما أمينا ولذلك نحن نقول إن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أمة اقرأ وحالها الآن أنها لا تقرأ أمة اقرأ أول آية وأول سطر نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ يعني تعلم اقرأ واكتب وتعلم وتفقه وابحث فأمة اقرأ الآن لا تقرأ أمة لا تجسس أصبحت تفتش في العورات وتخوض في الأعراض وفي الأحساب وأصبحت لا تسكت ولا تبتعل سواء بنوازرها أو بآذنها أو بألسنها عن خلق الله كذلك أمة هذه الأمة التي نهاها الله سبحانه وتعالى عن التجسس لا تجسس أصبحت تظن وتتجسس على خلق الله وتظن بالناس السوء وتحمل أقوال الناس وأفعال الناس على محمل سيء وكلما تكلم إنسان ظن به أخوه شرا وحول كلامه وحول نيته وكذا وكذا إلا من رحم الله طبعا فالخير في الأمة إلى يوم القيامة أمة الصلاة ضيعت الصلاة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقونا غيا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله هذه الأمة التي وصفت أنها خير أمة يعني تخلت عن هذه الرتب وهذه النياشين التي وصفها الله سبحانه وتعالى بها وجعلها علامات على تقدمها وعلى ريادتها وسيادتها ولذلك أنا أقول الآن أن تخلف المسلمين عن قطار الزعامة العالمية وعن رقب الزعامة والتقدم عن الأمم الأخرى ليس ظلما نزل بأمة محمد ليس ظلما نزل بأمة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه العدل الإلهي العدل الإلهي على قوم نسوا رسالتهم وأهملوا السنن الربانية وظنوا أن التقدم والريادة والسيادة والقوة يأتي بمجرد الأحلام والأمنيات والكلام والكلام ده طبعا أخوانا خطأ جدا 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 يعني من زرع حصد ومن جد وجد إنسان حتى يقود وحتى يسود وحتى يتقدم لا بد أن يبذل وأن يستوفي جهده وأن يعمل ما عليه حتى يصل إلى ما يريد وإلى ما يحبه ربه سبحانه وتعالى منه ولذلك لو نظرت إلى الهجرة بنظرة متأنية لو وجدت درسا عمليا مهما جدا جدا من دروس الهجرة وأنا أقف عليه في هذه الحلقة ألا وهو التخطيط السليم التخطيط السليم وحسن توظيف الطاقات هذا هو الدرس الأول من دروس هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو التخطيط السليم وحسن توظيف الطاقات وكيف أن التخطيط السليم وإتقان التخطيط السليم أخواننا يؤدي دوره في نجاح المهمة شبابنا النهاردة ليس عنده لا تخطيط ولا اهتمام ولا دراسة ولا كذا كل يعني عشوائية من الألف إلى الياء من أول ما بيقوم من نوم الصبح لحد آخر الليل عندما يأتي إلى فراشه لينام لكن الأمر مش كده والمسلم مش لاعب ولا مجرد يعني أنه هو رقم من الأرقام وخلاص لا النبي عليه السلام كما علمنا الله سبحانه وتعالى هو أسوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا والنهاردة هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن له بالهجرة حينما أذن له أنه سيهاجر هل المسألة كانت يعني مجملة هل خرج النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له ربه أخرج فخرج والموضوع انتهى وخلاص واساب كل حاجة للظروف زي ما احنا بنقول لا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وعلم شبابنا وعلم الأمة جميعا درسا عمليا رائعا في كيفية التخطيط للمشاريع الكبرى تخطيط للمشاريع وللأمور العظام إذا كان الأمر عظيما ينبغي أن يقدم له بمقدمة وينبغي أن يهيأ لهذا الأمر الذي أنت تقبل عليه وينبغي لك أن تدرس وأن تتأنى حتى لا تكون النتيجة كارثية حتى لا تكون النتيجة كارثية وده اللي بيحصل في معظم أو لمعظم الناس ولمعظم شباب الأمة أنه يبدأ عملا يبدأ مشروعا يبدأ سفرا يبدأ تجارة يبدأ زواجا يبدأ أي عمل من الأعمال دون أن يخطط وأن يهيئ وأن يتقن هذا العمل جيدا فبالتالي لابد أن يفشل لابد أن يفشل وإلا لو حسب الحساب الصحيح الدقيق لمشروعه أو لتجارته أو لزواجه أو لسفره أو لما يريده وبدأ يرى المكاسب والخسائر وبدأ يرى النجاح والفشل وبدأ يرى طريق الصحيح من الطريق غير الصحيح وسلك الطريق الصواب ولم يسلك بنيات الطريق والطرق المائلة لا يعني وصل إلى ما يريده فالنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة المباركة حينما أمر أن يخرج من مكة إلى المدينة كان في مقدمات كما ذكرت لحضراتكم ومنها أن سريع عيشة رضي الله تعالى كان في صحيح البخاري وغيره قالت لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين يعني كانت صغيرة ورأت أبويها رأت أباها وأمها وهما مسلمين الله سبحانه وتعالى كانت صغيرة وأسلم أبو بكر وأسلم زوجه وعائشة كانت صغيرة السن قالت لم أعقل أبوي إلا وهم يدينان الدين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية يأتينا بكرة وعشية لأنه كان يتعاهد أبا بكر رضي الله عنه ويزوره صلى الله عليه وسلم وكما سنرى إن شاء الله عز وجل في اللقاءة السابقة أنه ما تجد أحدا على الإطلاق لا تكاد تجد إنسانا قام بحق الصحبة كما قام بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وكما قام أيضا بها أبو بكر رضي الله عنه مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه وسلم كان يأتي كثيرا لزيارة أبو بكر رضي الله عنه كان يأتي بكرة وعشية في الصباح وفي المساء ليزور أبو بكر رضي الله عنه إذن كيف خطط النبي عليه وسلم وكيف كانت إتقان التخطيط وحسن توظيف الطاقات وكل واحد في مكانه الذي يحسن شيء يفعله لا تأتي بإنسان لا يحسن شيئا معانا فتسند إليه أمرا معينة أيفشا إنسان الذي لا يحسن الشيء لا يستطيع أبدا أن يتقنه ولا أن يسويه كما تريد أنت ولذلك نحن نقول دايما إخوانا إذا أردت نجاح شيء فضع الشخص المناسب في المكان المناسب مكان المناسب ولذلك هذا تجده واضحا جليا في استقرائك لحياة الصحابة رضي الله تعالى وكان معهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في الصحابة فلك أن تتخيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطلب العلم ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اترك العلم واذهب لحمل السلاح لو نظرت إلى أبي بكر رضي الله عنه كان يتاجر وكان ذا مال لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يوما اترك التجارة ولا اترك الأمل هو كذلك عثمان بن عفان خالد بن وليد رضي الله عنه سيف الله المسلول هذا سيف سله الله على الكافرين أو صلته الله على الكافرين لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام يا خالد تعالى اجلس تاجر اطلب العلم كذا فكان مسألة كل واحد في عمله لأنه يتقنه لأنه يحسنه فلذلك أخوانا بنقول إذا أردت أن تنجح فانظر ما الذي تتقنه والذي تحسنه فإعمد إليه وعمله ولذلك ترى التخطيط السليمة النادرة الرائعة الذي أدى دوره في الهجرة واضحا جليا في هذه الأعمال فأول شيء الصديق قبل الطريق الصديق قبل الطريق الصديق من؟ الصديق هو أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث عائشة وقالت ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال بعدما سلم قال يا أبا بكر أخرج من عندك أرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلم أبا بكر رضي الله عنه فقال أخرج من عندك قال إنهم بعض أهلك يا رسول الله فأعلمه النبي وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه أذن له أنه أذنى له فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله يعني أنا أصاحبك وأكون خادمك ومعك في هذه الرحلة يا رسول الله وأكون خادمك في هذه الرحلة قال النبي عليه السلام لعل الله سبحانه وتعالى أن يأذن لك يعني ممكن في إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه السلام لما قال هذا لأبو بكر علقت سيرة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنظر وقالت فما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح ما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح كانت صغيرة وما كانت تتخيل أن الإنسان ممكن يبكي من شدة الفرح وحضركم تعلموا أن الإنسان البشر بصفة عامة ممكن يبكي من الفرح ويبكي حزنا ويبكي شوقا ويبكي موافقة يرى إنسان بيبكي فيتأثر لبكاء فيبكي معه وهكذا كما قالت عائشة فكانت امرأة من الأنصار تأتي فتبكي معي لما حدثت حادثة الإفك الشهد أن عائشة رضي الله عنه قالت ما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر رضي الله عنه حتى رأت أباها رضي الله عنه يبكي من الفرح حينما يعني جعله أو أذن له أو أعلمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون صاحبا ومصاحبا وحبيبا وجارا ومهيئا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة العظيمة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي سطرها التاريخ بحروف من ذهب وأصبحت ذكرى خالدة لكل مؤمن يريد أن يتأسى ويريد أن ينظر في حياة الرسول عليه وآله وسلم وماذا فعل النبي وماذا فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهل انتهى الدرس الغالي في هذه الرحلة وهو التخطيط وإتقان التخطيط وحسن توظيف الطاقات وكيف يؤدي التخطيط السليم إلى دوره في تحقيق النجاح هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم من خلال استعراضنا لهذه الرحلة العطرة المميزة والمميزة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم دين الله سبحانه وتعالى وليفارق الباطل وأهله وكيف خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الدروس الأخرى من هذه المستفدة والمستلة من هذه الرحلة العظيمة هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته